اشتركوا في القناة الماضية اللي بلشنا فيه بخصوص القانون كلوم تعرفنا على بعض الاساسيات اللي هي راح تكون تمهيد لفهمنا لهذا الدرس وتعرفنا عن مفهوم الشحنة وتعرفنا شو هي انواع الشحنة وتعرفنا على شحنة الجسم وما رقع علينا بنهاية الفيديو السابق انه اقل شحنة موجودة في الطبيعة اللي هي شحنة الالكترون تمام؟ وبعد هيك شحنة اي جسم موجودة في الطبيعة راح تكون هي من مضاعفات شحنة الالكترون وحكينا انه هذا هو عبارة عن مبدأ تكمية الشحنة تمام؟ طيب اليوم راح نشوف لما يكون في عندي شحنتين حكينا المرة الماضية انه اذا كان في عندي شحنات متشابهة راح يصير في عندي تنافر واذا كانت الشحنات مختلفة راح يصير في عندي تجاذب تمام؟ طيب هسا مثل ما بتعرف انه لما يكون في عندي تجاذب او تنافر يعني في قوة هاي القوة ناشئة ادت الى انه لهاي الشحنة تتحرك تمام؟ طيب هسا هي راح تتحرك في اتجاه وبنفس الوقت راح يكون في لها مقدار هذا ما يسمى بالقوة الكهربائية تمام؟ طيب كيف بقدر احدد الاتجاه وكيف راح اطلع المقدار راح نتعرف عليه اليوم باذن الله طيب هسا اذا كان في عندي شحنتين الشحنة الاولى موجبة والشحنة الثانية موجبة هذولة الشحنتين متشابهات معانتوا شو راح يصير في عندي؟ راح يصير في عندي تنافر ايش يعني تنافر؟ تنافر يعني الشحنة هاي راح تروح اتجاه والشحنة الاولى راح تروح باتجاه معاكس تمام؟ طيب هس القوة القوة الموجودة عندي كيف بسميها بسميها هي عبارة عن القوة واحد اثنين ايش يعني واحد اثنين يعني القوة الناشئة من الشحن الاولى المؤثرة على الشحن الثانية فعشان هيك بقدر اقول انه بهذا الاتجاه هو مقدار الاف واحد اثنين تمام ومثل ما بنعرف احنا بنحكي عن قوة يعني وحدة الكمية هاي شو رح يكون اللي هو نيوتن تمام فانا بقدر احط اتجاهها على امتداد الخط الواصل بين الشحنتين طيب هس هاي الشحنة اثرت على هاي الشحنة في تنافر وراحت لاتجاه الاكس الموجب ممتاز عسا الشحنة الثانية اثرت على الشحنة الاولى في قوة وخلتها تتنافر محا وتروح في اتجاه الاكس السالب شو بحكي لها اف اثنين واحد يعني قوة الشحنة الثانية اللي اثرت فيها على الشحنة الاولى تمام طيب المسافة باخذها بين اقطار الشحنتين يعني هاي مركز الشحنة الاولى وهي مركز الشحنة الثانية بيكون في منتصف قطر الشحنة والمسافة الفاصلة بينهم هاي هي المسافة بين مركز الشحنتين هي ار ومنه بنحكي عن ار معاته شو بدي يكون وحدتها في المتر والأف شو وحدتها لنيوتن اوكي طيب هسا اذا كان في عندي شحنة موجبة وشحنة سالبة تمام هاي امتداد وهاي الخط الواصل بناتو اوكي تمام لو قلنا انه هاي كيو واحد وهاي كيو اثنين الكيو هو عبارة عن رمز انا بطلقه على اسم الشحنة طيب هسا شو في عندي انا في عندي تجاذب ليش لانه الشحنات مختلفة فبقول الشحنة هاي رقم اثنين راح تأثر في قوة تجيب الشحنة الموجبة باتجاهها لانه تجاذب هاي راح يكون اثنين واحد القوة اللي اثرت فيها او قوة الشحنة الثانية المؤثرة على الشحنة الاولى اما الشحنة السالبة راح تروح برضو كمان بنفس الاتجاه والاف راح اسميها اف واحد اثنين اللي هي القوة الناتجة عن تأثير الشحنة الاولى في الشحنة الثانية تمام اوكي والمسافة بيناتهم اللي هي اه اما اذا كان عندي الشحنات بشكل قطري زي الشكل الثالث هذا تمام هاي الخط الواصل بيناتهم وبحدد الامتداد احتياطا تمام فاذا كانت الشحنات متشابهة راح يصير في عندي تنافر بهذا الاتجاه واحدة راح تروح بهذا الاتجاه بس انا الشحنات اللي عندي هون شحنات مختلفة يعني راح يصير في عندي تجاذب بهذا الاتجاه لالف واحد اثنين اللي هي الشحنة الاولى على الشحنة الثانية وعندك اف اثنين واحد اللي هي قوة الشحنة الثانية على الشحنة الاولى هيك احنا بنقدر نعرف اتجاه القوة الموجودة عندي شو ضل عندي؟ ضل عندي احسب مقدارها لانه دائما لما يقول لك احسب لي القوة بدك تطلع القيمة مقدار واتجاه تمام؟ طيب كيف بدك احسب مقدارها؟ تحسب مقدارها بناءا على قانون اسمه قانون كولوم هاي هي بطاقته تمام؟ تعريف قانون كولوم او قبل ما نعرفه الصيغة الرياضية له انه الاف القوة الكهربائية هي عبارة عن الشحنة الاولى مقدار الشحنة الاولى مقدار الشحنة الثانية تمام؟ على ار تربيع اوكي شو هي الار؟ الار اللي هي المسافة بين الشحنتين مضروبة باشي هو عبارة عن واحد على اربعة باي ابسلون نوت هذا هو الرمز الابسلون تمام؟ طيب كيو واحد اللي هو مقدار الشحنة الاولى الكيو اثنين هو مقدار الشحنة الثانية والار اللي هي المسافة بين الشحنتين خلصنا ظل عندي شو اللي هو الجزء ها؟ اللي هو عبارة عن واحد على اربعة باي ابسلون نوت واحد رقم الاربعة رقم الباي هو اثنين وعشرين سبعة او ثلاثة فاصل اربعطاش الرقم صف عندي الابسلون نوت شو هو الابسلون نوت؟ الابسلون نوت اللي هو عبارة عن سماحية الوسط بين الشحنتين تمام؟ هاي الشحنة الاولى وهي الشحنة الثانية في بناتهم فاصل صح؟ هاي في بناتهم مسافة شو المسافة اللي بناتهم عبارة شو المادة اللي هاي الموجودة بين الشحنتين؟ حسب طبيعة المادة كل مادة موجودة في الطبيعة في الها سماحية كهربائية خاصة فيها فهسا لو كان في عندي الشحنتين موجودات في الهواء او في الفراغ فبيكون في عندي الابسلون نوت اللي هي عبارة عن سماحية الهواء او الفراغ قيمتها هاي الإبسلون نوت قيمتها بالفراغ وبالهواء هو عبارة عن ثمانية فاصلة خمس وثمانين ضرب عشرة قوة ناقص اتناش اوكي تمام طيب يا أستاذ مما أنه هذا رقم وهذا رقم وهذا رقم والإبسلون نوت هي عبارة عن رقم طيب ليش ما أحسبهم كلهم مع بعض وخلي رقم ثابت ممتاز هيك هم أصلا عملوا هيك هم أصلا عملوا وقال لك أنه الواحد على أربعة باي إبسلون نوت في حال الشحنات كانت موجودة في الهواء أو في الفراغ قيمتها عبارة عن تسعة ضرب عشرة قوة تسعة تمام؟ تسعة ضرب عشرة قوة تسعة طيب أستاذ أنت علمتنا زمان أنه كل رقم بالفيزياء في جنبه إيش؟ في جنبه وحدة طيب شو وحدة الإبسلون؟ وشو وحدة هاي؟ طيب هاي اتسمت كي ثابت مقداره تسعة ضرب عشرة قوة تسعة والإبسلون نوت اللي هي سماحية الوسط أو سماحية الفراغ اللي هي ثمانية فاصلة خمس وثمانين ضرب عشرة قوة ناقص اتناشة وهنا فيه إليها كمان وحدة طيب كيف ننطلع الوحدات هاي؟ تعال أفرجيك الـ F قانون كلهم شو بقولك F هي عبارة عن Q1 في Q2 صح؟ على R تربيع وفي عندك K تمام؟ خم بلش بوحدة الك عشان أطلع وحدة الكي شو لازم أسوي؟ لازم أخلي الكي موضع القانون شو يعني موضع القانون؟ يعني أجيبها من هون أحطها محل إيش؟ الـ F كيف بدأسوي هذا الحكي؟ هذا الحكي بسوي بقول ضرب تبادل الـ F هي عبارة عن 1 F على 1 تمام؟ فبقول F مضروبة في R تربيع شو بتساوي؟ مضروب تساوي Q1 في Q2 في K تمام؟ 100 طيب عشان أخلي الكي لحالها شو بسوي؟ بقسم ع كل إشي محا هاي Q1 وهاي Q2 وزي ما قسمت هون بدي أقسم وين؟ هون هاي Q1 وهاي Q2 هاي بتروح محاي وهاي بتروح محاي إذن شو صفة عندك؟ صفة عندك هون إنه الكي شو بتساوي الكي؟ عبارة عن F في R تربيع على Q1 بQ2 طيب هيك طلعنا الكي خلناها موضوع القانون بعد هيك بدأ طلع وحدة الكي كده طلع وحدة الكي كل رمز هون معاي أو كل كمية موجودة هون معي بحط محلها تمام؟ كي بدأ حط محا؟ بقول وحدة الكي هي عبارة عن وحدة الـ F الـ F شو هي؟ القوة اللي هي نيوتن تمام؟ طيب مضروبة في وحدة المسافة شو وحدة المسافة؟ متر صح؟ بس لأن R تربيع فبقول متر تربيع بقسم الـ Q اللي هي عبارة عن كولوم وفي عندك الشحن الثانية برضو كولوم معناها تصفى عندك أنه وحدة الكي هي عبارة عن N في M تربيع على كولوم تربيع هاي هي وحدة الكي ممتاز؟ مية بالمية النيوتن في متر تربيع على كولوم تربيع وحدة الكي اللي هي عبارة عن النيوتن في متر تربيع على كولوم تربيع طيب هسو شو بننطلع؟ نطلع وحدة الإبسلون اللي هي السمحية الوسط قلنا أنه الكي هي عبارة عن 1 على 4 باي إبسلون نوت صح ولمش صح؟ صح اللي هي قيمتها شو بتساوي؟ 9 ضرب 10 قوة 9 تمام؟ شو وحدتها؟ وحدة الكي هاي هي النيوتن في متر تربيع على كولوم تربيع ممتاز؟ ممتاز هس أنا شو بدي أطلع؟ أطلع وحدة الإبسلون مدان أطلع وحدة الإبسلون أطلع وحدة الإبسلون دخل ليها موضوع القانون كيف دخل ليها موضوع القانون؟ ضرب تبادل لنفس الإشي أضرب هاي مع هاي فبتقول لي أربعة باي إبسلون نوت مضروبة في كي وتساوي شو؟ واحد ضرب واحد واحد صح؟ طيب أنا شو بدي أخلي؟ بدي أخلي الإبسلون معناته بقسم على كل إشي موجود مع مين؟ مع الإبسلون أربعة باي وهي الكي وزي ما قسمت هون بقسم وين؟ على الجهة الثانية أربعة باي وهي الكي هاي الأربعة مع أربعة بتروح الباي مع الباي بتروح الكي مع الكي بيروح بصفي عندك إنه الإبسلون هي عبارة عن واحد على أربعة باي في كي تمام؟ تمام هسا هسا حاليا بدي أطلع شو؟ وحدة الإبسلون كي لطلع وحدة الإبسلون هي نفسها عبارة شو وحدة الواحد؟ الواحد رقم مالوش وحدة فبخليه واحد وأربعة باي رقم مالهمش وحدة فبخليه زي ما هي أما شو عندي الكي الكي لها وحدة؟ لها وحدة شو وحدتها؟ نيوتن في متر تربيع على كلوم تربيع يعني زي ما قلناك بتقول أنه الإبسلون وحدتها مقلوب وحدة الكي الكي نيوتن في متر تربيع على كلوم تربيع مقلوبها شو؟ رح يصير أنه وحدة الإبسلون هي عبارة عن كلوم تربيع على نيوتن في متر تربيع هاي هي وحدة مين إبسلون هيك بتم الاشتقاق من دون ما تحفظ ولا عبالك وأنت بتحس أنه هذا الموضوع طويل تمام؟ بس مرة مرتين في إيدك رح يأخذ الموضوع معك مية بالمية أوكي؟ طيب أسا الحمد لله أنه إحنا قاعدين نشتق وحدات صادفتنا في المنهاج كلها تلغيت الآن يعني إشي سهل يعني أنت إذا راجعت اشتقاق الوحدات من بداية المادة لغاية اليوم بعد هيك شو ما إجاك وحدات رح تقدر أنت تشتقها فعشان هيك يعني تخيل أنه في عندك هاي وحدتين مقلبات فوق بعض أنه أنت بدك تحفظ ونحفظ تقعد تصم فيه نصم ما رح يزوط رح تخربط زي ما أنا شايفك فعشان هيك تعلم كيف تشتق الضرب التبادلي هذا شايفه طويل رح تصير يأخذ معاك في النظر فعشان هيك تعلم هاي الطريقة بتكسب تمام؟ مية بالمية فإحنا قدرنا نحدد وحدة الكي وقدرنا نحدد وحدة الإبسلون تمام؟ مية بالمية طيب هسا إحنا بدنا نعرف شو بدنا نعرف؟ بدنا نعرف القوة الناشئة القوة قنون كلهم أو قوة القوة الكهربائية الناشئة تمام؟ قلنا أنه الأف شو بتساوي؟ هاي كي تمام؟ كيو ون كيو تو على آر تربيئة صح؟ وصلنا لهذا القانون وقلنا الكي هاي شو بتساوي؟ بتساوي واحد على أربعة باي إبسلون نوت تمام؟ اللي هي بتساوي تسعة ضرب عشرة قوة تسعة تمام؟ وشو وحدتها؟ وحدة الكي قلنا أنه هي عبارة عن وحدة الكي اللي هي عبارة نوتن في متر تربيئ على كلوم تربيئ نوتن في متر تربيئ على كلوم تربيئ أوكي؟ طيب هسا كيف بدنا نعرف القوة المتبادلة بين الشحنتين هذول؟ بنقول هي عبارة عن حاصل ضرب الشحنتين تمام؟ على المسافة مربع المسافة الفاصلة بناتهم تمام؟ عشان هي كتعرفت أنه هي القوة الناشئة بين الشحنتين نقاطيتين تمام؟ شو هي القوة القانون كلهم؟ تعريف قانون كلهم؟ قانون كلهم قانون خاص بالقوة أي قوة القوة الناشئة بين شحنتين تمام؟ تتناسب طردي ليش تتناسب طردي؟ مع مقدار الشحنتين؟ لأنه موجود مقدار الشحنتين في البسط معناته القوة هاي الناشئة بين شحنتين نقاطيتين تتناسب طردي مع حاصل ضرب الشحنتين تمام؟ وبرضه ال-F اللي هي القوة هاي تتناسب عكسي مع مربع المسافة بين هذول الشحنتين تمام؟ وكلنا بنعرف انه ال-F القوة رمزها F ووحدتها شو؟ لنيوتن تمام؟ طيب فيه شغلة بدك تحفظها يمكن تجيك في الامتحان انه القانون كلهم هذا شو ماله؟ عندما تكون متى بتطبق؟ عندما تكون الشحنات نقطية تمام؟ كيف يعني شحنات نقطية؟ يعني الشحنة موجودة على شكل نقطة يعني هسا الشحنة هي عبارة عن نقطة وبنفس الوقت اذا بتذكروا بنهاية الفيديو الماضي حكينا انه اذا كان في عندي جسم كراوي موصل كراوي هذا الموصل له ابعاده له R تمام؟ بس حاليا انت هو قدامك بتشوفه انه مش نقطة تمام؟ بس اذا بحطيته بعيد عنك مسافة اربعة وخمسة وعشرة كيلو وشفته من بعد عشرة كيلو متر راح تقولي انه هايا هي اصلا مش كراية هي عبارة عن نقطة تمام؟ فبالتالي هذا القانون بتعامل مع الشحنات اللي احنا بنعرفها اللي هي بتكون شحنات نقطية وبرضه بتتعامل مع الجسيمات المشحونة بانتظام على شكل موصلات كراوية في حال نظرت لها من الخارج تمام؟ بتطبق هذا القانون الكترون والبروتون ليش؟ لانه مش حنات نقطية وبرضه الايونات الموجبة والسالبة الايونات الموجبة والسالبة تمام؟ هذا هو تطبيق قانون كولوم وتعرفنا على الرمز تبعه وتعرفنا على القانون تبعه وتعرفنا كمان على الوحدة ووحدة الابسلون ووحدة الكي تمام؟ واضح؟ اذا هيك احنا بنكون عرفنا كيف اطلع اتجاه القوة الناشئة بين شحنات نقطيات وعرفنا كيف نطلع مقدار هاي القوة باستخدام قانون كولوم واضح؟ مية بالمية بيقول لك على ايش بتعتمد مقدار القوة الناشئة بين شحنتين طيب قلنا كيف بنطلع هاي الشغلات من دون ما احنا نحفظها احنا حاليا صورنا نطلعين وحدة الكي ووحدة الابسلون تمام؟ من القانون وهينا نطلع كمان سؤال ثاني باستخدام القانون يعني اذا حفظت القانون انت يمكن تحل ثلاث اربعة سئلة فانت اذا بتقول انه القوة الناشئة بين شحنتين هي عبارة عن واحد على اربعة باي ابسلون نوت في كيو واحد وكيو اثنين على ار تربية طيب حسب القانون اللي انت هون شايفه ايش تعتمد؟ في عندك الواحد رقم والاربعة رقم والباي رقم بس لاثنيهم بصفي عندي هذول الشغلات اللي باعتمد عليهم القوة الناشئة بين شحنتين اول شغلة اللي هو مقدار الشحنات مقدار الشحنات طيب شو العلاقة بين القوة الناشئة ومقدار الشحنات علاقة طردية ليش علاقة طردية؟ علاقة طردية يا حبيبي لانه مقدار الشحنات أو حاصل ضرب الشحنات موجود وين؟ موجود في البسط تمام؟ طيب الشغل الثاني اللي بيعتمد عليها وقوة ناشئة اللي هي R تربيع R تربيع اللي هي R شو هي R؟ اللي هي المسافة بين مراكز الشحنات طيب بس في عني تربيع فعشان هيك شو بقول؟ مربع المسافة مربع المسافة بين الشحنات بين الشحنات وشو العلاقة؟ علاقة تربيع عكسي تمام؟ يعني هو لأنه R موجودة في المقام هاي بحكيلها علاقة عكسية بس لأنها مربعة شو بقول؟ علاقة تربيع عكسي شو صفة عندي؟ صفة عندي الإبسلون هسا الإبسلون هون عندي ثابت تمام؟ يعني هسا لما أحكي بشكل عام بشكل عام على إيش بتعتمد القوة الناشئة بين الشحنات؟ بشكل عام بتعتمد على حاصل ضرب مقدار الشحنتين ومربع المسافة بيناتهم تمام؟ اوكي؟ هسا إذا كانت موجودات هذا الحكي بس بكتفي بهذول الثنتين بالعامل الأول والعامل الثاني في حال أنه قل لك بالسؤال أنه عندي شحنتين موجودات في الهواء موجودات في الهواء على إيش بتعتمد القوة؟ بقول له بتعتمد على مقدار الشحنات وعلى مربع المسافة بيناتهم نقطة تمام؟ بس إذا قل لك بشكل عام بشكل عام بغض النظر وين موجودات؟ شو مقدار؟ أو ما العوامل الذي يعتمد عليها؟ القوة الناشئة بين شحنتين وسكت؟ ما قل لك وين موجودة؟ موجودة بالهواء؟ موجودة في المي؟ موجودة في وسط ثاني؟ بين خشب؟ بين بلاستيك؟ بين مطاط ما قل لك بتقول له بتعتمد على إيش ثالث اللي هي سماحية الوسط الموجود في الشحنات سماحية سماحية الوسط الموجودة في الشحنات اللي هي بين قسين اللي هي الإبسلون تمام؟ والعلاقة شو مالها؟ العلاقة عكسية العلاقة عكسية بين السماحية الوسط وبين القوة ليش عكسية؟ لأن السماحية موجودة في المقام تمام؟ إذن هيك عرفنا العوامل اللي بيعتمد عليها مقدار القوة الناشئة بين شحنتين نقاطيتي تمام؟ فهيك أنت بدل ما تحفظ العوامل وبدل ما تحفظ وحدة ك وبدل ما تحفظ وحدة الإبسلون أنت باستخدام قانون واحد احفظ بص القانون لحاله بيطلع لك كل هاي الليلة وبلملك إذا بتذكروا معاي أيام التأسيس تمام؟ لما كنا كتكيت صغار قلنا إنه في عندي إشي اسمه البادئة تمام؟ البادئة هو رمز بنحط وين قبل الوحدة بنحط قبل الوحدة الهدف منه إنه أبدل الرقم بدل ما يكون كبير تمام؟ بدل ما يكون كبير ألخصه في حرف واحد هذا الحرف بدللي على المقدار الحقيقي أو القيمة الحقيقية تمام؟ طيب أول رمز اللي هو m small هاي m small m small هي عبارة عن الملي فلما أشوف m small والملي هون شو بحكي؟ في عندي 10 قوة ناقص 3 10 قوة ناقص 3 فلما أقرأ الرقم كامل 2 ملي كولوم يعني قصده 2 ضرب 10 قوة ناقص 3 كولوم وبتنكتب بهاي الصورة 2 ضرب 10 قوة ناقص 3 كولوم تمام؟ طيب الميو هاي 5 ميو هاي معناتها الميو معناتها المايكرو والمايكرو اللي هو 10 قوة ناقص 6 هاي البادئات كثير تستخدم في المجال لما أنت تدرس الكهرباء بشكل عام سواء كان تيار أو سواء كان كهرباء سكونية سواء كان بالأول ثنوي وسواء كان بالتوجيهي راح تأخذ انت هاي البادئات ورح تتعامل معها ورح تتعامل كيف تضربها ورح تتعامل كيف لما تجمع رقمين يكون لهم نفس البادئة كيف تحول بادئات يمكن يقول لك بين M ومايكرو تمام؟ فأنت يمكن تكون حال للسؤال من دون بادئة بس هو بيقول لك طلع لي الجواب بصيغة المايكرو شو بدك تعمل؟ هيك بدك تشتغل فالمايكرو هون عشرة قوة ناقص ستة فلما يكون في عندي خمسة مايكرو كلوم شو بسوي أنا بس؟ ببدل المايكرو وبحط محلها اللي هي الميو هاي بحط محا ضرب عشرة قوة ناقص ستة والكلوم بتضرها زي ما هي تمام؟ تمام في عندي الـ N سمول شو هي؟ اختصار لإيش؟ اختصار لنانو والنانو شو بساوي؟ بحط لاثنين زي ما هي والضرب بنزلها النانو عشرة قوة ناقص تسعة تمام؟ وهي الكولوم بتنزل زي ما هي واضح؟ واضح في عندي الرمز الرابع اللي هو البيكو واختصاره أو رمزه البي سمول فبقول أربعة بتنزل زي ما هي هاي ضرب البيكو عشرة قوة ناقص اتناش كولوم تمام؟ واضح؟ أما الرمز الأخير اللي هو الأف السمول اللي هو اختصار لثيمته ومقداره عشرة قوة ناقص خمستاش والرقم عندي هون أربعة بنزل زي ما هو بقول ضرب بتنزل عشرة قوة ناقص خمستاش وهي السي تبعيت الكولوم واضح؟ هاي البديئات مهمة لنا في حلولنا خلال هذا الفصل وهي الوحدة والوحدة الجاي وللسنة الجاي فعشان هيك هذا ضروري تطبعه في مخك تمام؟ مية مية طيب هذا السؤال موجود في الكتاب بيقول لك بناءً على علاقة الرياضية لقانون كولوم شو بيقول لك قانون كولوم؟ لو أف عندي واحد على أربعة باي إبسلون نوت كيو وان كيو تو على آر تربيئة أبين ما يحدث للقوة الكهربائية الناشئة بين الشحنتين تمام؟ يعني في عندي شحنتين تفصل بينهم مسافة وين موجودة؟ في الهواء إيش يعني في الهواء؟ يعني إبسلون نوت صح؟ لأنه خلص قل لك هواء هاي مفتاح عندما أضع بينهما مادة من المطاط يعني هم شحنتين كانوا موجودين بالهواء أكيد لما يكون شحنتين موجودين بالهواء في بناتهم قوة كهربائية واضح؟ طيب حسا قيمة القوة هاي المتبادلة بين الشحنات أو قيمة القوة المؤثرة لما أنقل الشحنات من الهواء وحط بناتهم مطاط يعني بدل ما يكون المسافة لبناتهم هوا صارت المسافة بناتهم مطاط معقول أن القوة هاي تظلها زي ما هي مقدارها ما بنعرف طيب خلنشوف بقول لك أنه مادة المطاط هاي سماحيتها الكهربائية شو تساوي ثلاث أضعاف سماحية الهواء أها يعني الإبسلون لمين؟ للمطاط شو بيساوي ثلاث أضعاف الإبسلون نوت هذا هنت هو أعطاك هي طيب معناته القوة القوة لما كان بناتهم هوا هاي F واحد اللي هو الوسط هوا والF في اثنين الوسط شو ماله مطاط تمام؟ طيب F واحد شو بتساوي؟ واحد على أربعة باي إبسلون نوت F واحد هي بالهواء إبسلون نوت Q واحد Q اثنين على R تربيع هاي هي F واحد هسا F اثنين لما كان بين الشحنات مطاط ما تغيرت مقدار الشحنات ولا تغيرت المسافة بيناتهم معناتوا راح ينزلوا شوه؟ زي ما هم فبقول واحد على أربعة باي تمام؟ بس شو بتحط؟ بتحط إبسلون شو؟ المطاط إبسلون المطاط صح؟ وQ واحد وQ اثنين وهي R تربيع ما تغير فين إشياء المسافات ولا بقدار الشحنة تمام؟ مية بالمية طب إبسلون تبعت المطاط شو بتساوي؟ ثلاثة إبسلون نوت طيب عوض محلها فبقول F اثنين هي عبارة عن واحد على أربعة باي تمام؟ هاي بتنزل زي ما هي والإبسلون تبعت المطاط ثلاثة إبسلون نوت صح؟ سكر القوس وحط Q واحد وحط Q اثنين وحط R تربيع لأنه ما تغير عليهم بشي تمام؟ تمام شو بدي أسوي أنا؟ عشان أقدر أشبك بين ال-F2 وال-F1 هاي الثلاث بجيبها بحطهم براني فبصير عندي F2 هي عبارة عن واحد على هاي ثلاث عجنب أوكي وهون بحط أربعة باي إبسلون نوت تمام؟ بسكر القوس وبقوله Q واحد وQ اثنين وهي R تربيع اخلصنا اخلصنا طيب هاي هاي واحد على أربعة باي إبسلون نوت Q واحد وQ اثنين على R تربيع شو بتشبه؟ بتشبه هاي ال-F1 صح؟ معناته هذول كلياتين شو بسوي؟ ببدلهم مش أنا بداش بكبك بين عشان أعرف أقار ببداش بكبك بين القوتين فوقوها عبارة عن F واحد فشو بيصير عندي هون؟ بيصير عندي إنه F اثنين لما الشحنات صار ال-F اثنين هي القوة الناشئة بين الشحنتين لما كان الوسط مطات صح؟ شو بتساوي واحد على ثلاث أي إشي خارج المستطيل واحد على ثلاث تمام؟ في F واحد اللي هي هاي فشو صفت عندك بالنهاية؟ صفت عندك إنه القوة الناشئة لما الشحنات كان بينهم مطات صارت عبارة عن ثلث القوة لما كان بناتهم هواء يعني شو صار؟ يعني قلت F اثنين قلت بمقدار الثلث عن القوة لما كانت الشحنات في الهواء تمام؟ هاي أعيدها أعيدها الـ F اثنين اللي هي عبارة عن القوة بين الشحنتين لما كانوا وين موجودين؟ موجودين بالهواء بالفراغ صح؟ والـ F واحد لما الـ F اثنين لما كان بناتهم مطات آسف تمام؟ والـ F واحد لما كانت الشحنتين بناتهم شو؟ بناتهم هوا كيف بدي أترجموا هذا الحكي له هذا القانون أو هاي العلاقة له كلام؟ بقول أن القوة الناشئة بين الشحنتين عندما كان الوسط مطات تمام؟ القوة الناشئة بين الشحنتين عندما يصبح الوسط بين الشحنتين هو المطات عبارة عن ثلث القوة لما بين الشحنتين لما كانت وين؟ في الهواء تمام؟ تمام؟ مية بالمية يعني F اثنين قلت بمقدار الثلث من F واحد اللي هي لما كان في عندي الوسط بناتهم هوا واضح؟ تمام طيب هذا المثال وين موجود؟ موجود في صفحة واحد المثال واحد موجود صفحة ثبانية وخمسين بقول لك في عندي شحنتان نقاطيتان موجبتان هاي شحنة موجبة وشحنة موجبة تقعان على محور الـ X في الهواء بحيث تفصلهما مسافة مقدارها واحد فاصل اثنين متر كما في الشكل اوكي مقدار الأولى الشحنة الأولى كم مقدارها؟ أربعة ضرب عشرة قوة ناقص ستة كولو أجد مقدار القوة المؤثرة في الشحنة الأولى وأحددها ثم أجد مقدار القوة المؤثرة في الشحنة الثانية وأحددها تمام؟ والشحنة الثانية مقدارها مش مكتوب معانا في السؤال هون ستة ضرب عشرة قوة ناقص ستة كولو أكي؟ طيب شو بتدعو أول شي؟ شو متعودين احنا نعمل دايما؟ بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وبعد هيك شو بنعمل؟ المعطيات واحد Q1 شو بتساوي؟ أربعة ضرب عشرة قوة ناقص ستة كولوم هاي اثنين Q2 اللي هي عبارة عن ستة ضرب عشرة قوة ناقص ستة كولوم أوكي؟ ثلاث المسافة الفاصلة بيناتهم هي عبارة عن واحد فاصل اثنين متر تمام؟ أربعة في عندي الابسلون نوت اللي هي 8.85 ضرب عشرة قوة ناقص اثناش أوكي؟ تمام؟ وشو وحدة الابسلون؟ وحدة الابسلون اللي هي عبارة عن كولوم تربيع على نيوتن في متر تربيع كولوم تربيع على نيوتن في متر تربيع طب هيا مش مذكورة في السؤال لا مذكورة في السؤال تعال هون هاي شو بقل لك في الهواء عشان تقدر تستخدم الكه طيب هسا شو بده؟ بده مقدار القوة المؤثرة في الشحن الأولى وين الشحن الأولى؟ هايها صح؟ راح تتأثر في قوة كهربائية القوة الكهربائية هاي من وين جاي؟ بس من الشحن الثانية موجب موجب معانت القوة هون راح تخذها؟ تنافر بهذا الاتجاه صح؟ في قوة ثانية تقدر تيجع عليها؟ ما فيه ليش؟ لأنه ما فيه عندي غير شحنة واحدة غير الشحنة هو بده يدرس القوة هون بسكر عليها بشوف شو فيه شحنات حواليها ما بلاقي غير شحنة هاي معاناته ما فيه غير قوة واحدة هي اللي بتأثر على هاي الشحنة اللي هي بقول عنها F 2 1 ليش؟ القوة الجاي من الشحنة الثانية اللي بتأثر على الشحنة الأولى تمام؟ طيب بمعنها بالهواء معناته بقول K تمام؟ في Q1 في Q2 على R تربية طيب F 2 1 شو بتساوي؟ الكي عبارة عن 9 ضرب 10 قوة كم؟ قوة 9 وQ1 كم يقدر لQ1؟ 4 ضرب 10 قوة ناقص 6 لQ2 شو بتساوي؟ 6 ضرب 10 قوة ناقص 6 ممتاز على الر تربيع الر كم بتساوي؟ 1 فاصلة 2 تربيع أوكي؟ أوكي طبعا لابدي إياك تعرفوا أنه لما أجي أحسب القوة ما بعوض إشارة الشحنات إشارة الشحنات بس عشان أعرف اتجاه القوة لوين؟ يعني هاي لأنها تنافر تمام؟ اتجاه القوة لوين ديكون؟ باتجاه الإكس الموجب أوكي؟ طيب هسا شو بدك تسوي؟ كيف بدك تتعامل معها برياضيات هاي؟ بدك تقولي إنه في عندي 9 ضرب 4 ضرب 6 تمام؟ 9 ضرب 4 ضرب 6 شو بتساوي؟ بتساوي 216 أوكي؟ وهنا في عندك 1.2 تربيع كم بتساوي؟ 1.44 تمام؟ هيك خلاص؟ وين خلاص؟ في عندك شو؟ 10 قوة أس 10 قوة أس 10 قوة أس طيب شو بيسوي معهم؟ قلنا هذول الأسس في حالة الضرب شو بيصير بالأسس؟ تجمع يعني شو بدي أجمع العشرات؟ لا بجمع الأسس الموجودة فوق العشرة هنا في عندي 9 هون عندي ناقص 6 وعندي ناقص 6 تمام؟ فناقص 6 وناقص 6 بصير عندي ناقص 12 وفي عندي هنا موجب 9 صح؟ هاي 9 وعندي 12 سالب 12 جاي من وين؟ من هذول الثلاثين إشارات مختلفة صح؟ يعني شو بيسوي؟ بأخذ الفرق بقول 12 ناقص 9 بحط العشرة هون 12 ناقص 9 اللي هي 3 وشو بحط إشارة الأكبر؟ شو إشارة الأكبر؟ اللي هي السالب عشان يكو بصير عندي 216 ضرب 10 قوة ناقص 3 مقصومي كلاتها على 1.44 طيب 216 تقسيم 1.44 بيطلع معي الجواب هون هو عبارة عن 150 اللي هو بس قسمة هاي على هاي 150 وهاي بنزلها زي ما هي ضرب 10 قوة ناقص 3 تمام؟ هاي هي الـ F2 و1 أوكي؟ طيب شو ظل عندي؟ القوة هي عبارة عن كمية متجهة دا تأخذ إيش؟ دا تأخذ مقدار واتجاه ووحدة فيعني هاي المقدار الوحدة نيوتن تمام؟ واتجاهها وين؟ X الموجب يعني القوة اللي بتأثر فيها الشحن الثانية في الشحن الأولى اتجاهها نحو X الموجب تمام؟ تمام هذا فيما يخص الجزء الأول من السؤال الجزء الثاني شو بيقول لك؟ أجد مقدار القوة المؤثرة في الشحن الثانية وأحدد اتجاهها هاي الشحن الثانية تمام؟ منسكر عليها شو في عندي شحنات بتأثر فيها؟ بس شحنة واحدة اللي هي هاي معناته القوة تبعتها وين راح تجيبها؟ بهذا الاتجاه ليش؟ لأنه تنافر موجب مع موجب بتنافر بسيح عندي X السالب تمام؟ في X اتجاهها وين راح يكون؟ في X السالب طيب كيف بدي أحسب؟ بقول F واحد اثنين صح؟ القوة الناتجة أو المؤثرة من الشحن الأولى على الشحن الثانية هي عبارة عن K في Q1 بQ2 على R تربيع تمام؟ تمام شوف معي F1 K في Q1 Q2 على R تربيع والF في 2 و 1 K في Q1 في Q2 على R تربيع طيب الQ1 هون نفس الQ1 هون والQ2 هون نفس الQ2 هون صح؟ والR تربيع الموجودة هون نفس الR تربيع هون والK نفس الK معناته القيمة شو راح تكون؟ نفسها هاي القيمة المقدار 150 ضرب 10 قوة ناقص ثلاث تمام؟ ووحدتها نيوتن بس اتجاهها هون ديكون؟ اتجاهها نحو الX السالب زي ما حددناها هون على الرسمة فشو بستنتج؟ بستنتج انه مقدار القوة مقدار القوة بين الشحنتين ثابت تمام؟ بس شو اللي بتغير؟ بتغير الاتجاه فعشان هيك شو بقول هون؟ بقول انه الF1-2 بتساوي الF2-1 بس شو بتتغير بالاتجاه؟ اوكي؟ يعني بتساون في المقدار وبتعاكسن بايش؟ في الاتجاه تمام؟ واضح 100% هون في عندي ثلاث شحنات على خط واحد ثلاث شحنات على خط واحد فانت اذا اخدت سكرين انت اخدت سكرين وبلشت او عملت بوز وقفت الفيديو وبلشت حل في هذا السؤال حاول فيه تجرب فيه شوف شو المعطيات تبعته شوف شو المطلوب بالضبط منه وبتقدر ان شاء الله انك تحله بناء على الاشي اللي درسناه قبل شوي طيب اول اشي بنقول شو المعطيات تمام؟ اول معطى شو هو؟ انه موجود في الهواء يعني epsilon note تمام؟ وانت عارف قيمتها اوكي؟ يعني هون بقدر استخدم شو؟ الكي واضح؟ تمام المعطى الثاني قيل لك كل ياتوا موجودة على الرسم المعطى الثاني اللي هو خنقول كيو وان شو بتساوي؟ ثلاثة ضرب عشرة قوة ناقص ستة كلهم هاي ثلاثة كيو اثنين شو بتساوي كيو اثنين؟ واحد ضرب عشرة قوة ناقص ستة طبعا شو سالبة؟ اربعة اللي هي كيو اثري شو بتساوي؟ واحد ونص ضرب عشرة قوة ناقص ستة وفي عندك يا حبيبي خمسة اللي هو ار وان تساوي بوينت ثري متر وستة عندي ار تو شو بتساوي بوينت سيكس متر تمام؟ مية من مية شو المطلوب منك؟ المطلوب منك انك تجد مقدار القوة المحصلة المؤثرة في الشحنة كيو اثنين واحدد اتجاه طيب كيو اثنين وينها؟ كيو اثنين هايها كيو اثنين اوكي؟ اول اشي شو بسوي؟ بغطى عكيو اثنين بغطينا عكيو اثنين صفة كيو اثنين في حوليها كم شحنة؟ شحنتين موجبة وشحنة سالبة صح ولا مصصح؟ صح يعني هاي الشحنة رح تأثر في قوة من موين؟ جاي من شحنتين الشحنة الاولى موجبة موجب مع سالب رح يكون اتجاه القوة الاولى وين؟ بهذا الاتجاه طيب وفي عندك الشحنة رقم ثلاث بتأثر عليها قوة تنافر سالب سالب برضو رح تخذها بهذا الاتجاه معناها تصفة الشحنة رقم اثنين بتتأثر في قوتين هاي القوتين في نفس الاتجاه واحدة جاي من التجاذب من الشحنة الموجبة والقوة الثانية جاي من وين؟ من التنافر من الشحنة رقم ثلاث واضح؟ تمام فعشان هيك شو بقول انا؟ بقول انه محصلة القوة شو بتساوي؟ بتساوي القوة الناتجة من الشحنة واحد على الشحنة اثنين صح؟ زائد مين؟ القوة الناتجة من الشحنة ثلاث على الشحنة اثنين تمام؟ حسا لو كانت القوة هاي مختلفة بالاتجاه بحط محل الموجب بحط محل وسالف بس صلى الله وبرك عم بما انه ناتج محصلة القوة في انتيها بنفس الاتجاه شو بحط؟ بحط موجب تمام؟ حسا بعد معرفت انه محصلة القوة المؤثرة على الشحنة هاي في عبارة عن قوتين باجي بمسك كل وحدة لحال هاي بحطها بمستطيل عشان ايش؟ أرجع لها بسميها معادلة رقم واحد طيب الـ F1-2 شو بتساوي؟ بتساوي K في Q1 في Q2 على شو؟ على R تربيع تمام؟ يعني يعني الـ K بحط محلها 9 ضرب 10 قوة 9 تمام؟ والـ Q1 كم مقدارها؟ 3 ضرب 10 قوة ناقص 6 والـ Q2 عبارة عن 1 ضرب 10 قوة ناقص 6 طيب المسافة بين Q1 و Q2 هاي هي 0.3 تربيع هاي 0.3 وبربح واضح؟ تمام؟ 100% شو بدي أسوي هسا؟ بدي أضرب كيف بدي أضرب؟ بقول 9 ضرب 3 ضرب 1 9 بـ 3 كم تعطيني؟ تعطيني 27 صح؟ 100% طيب الأسس يا أستاذ شو دا أعمل فيهم؟ الأسس زي ما حكيت لك الأسس في حالة الضرب لأن هاي ضرب قوس مضروب في قوس مضروب في قوس هاي ضرب في حالة الضرب شو بصير فيها؟ تجمع كيف بدي أجمعها؟ بقول هاي الموجب بيخلي إلى حالة هاي 9 وهذول الثنتين سوالب شو بأسوي معهم؟ بجمعهم مع بعض هاي سالب 12 تمام؟ سالب 12 وتسعة الأشارات شو مالها؟ مختلفة يعني شو بدي أسوي؟ بدي أخذ الفرق الفرق بناتب 12 ناقص 9 ساوي 3 والإشارة الأكبر سالب هاي سالب 3 تمام؟ طيب وبوينت ثلاث تربيع اللي هي بوينت زيرو تسعة أوكي؟ تمام طيب هاي البوينت زيرو تسعة اللي هي ضرب عشرة قوة ناقص عشرة قوة صفر صح؟ بحرك الفاصل كم خانة؟ خانة؟ خانتين صح؟ فبقول سبعة وعشرين ضرب عشرة قوة ناقص ثلاثة زي ما هي ما عملتش فيها اشي تمام؟ مقسومة على تسعة ضرب كم حركت الخانة؟ الفاصلة؟ الفاصلة كم خانة حركتها؟ خانتين صح؟ طيب أقول ضرب عشرة قوة اثنين طيب أنا حركت الفاصلة لليمين ولا لليسار؟ لليمين معناته شو بحط؟ بحط سالب بس صلى الله وبرك طيب تسعة تقسيم تسعة فيها واحد وسبوع عشرين تقسيم تسعة فيها ثلاث معناته شو صفة عندي هون؟ صفة عندي ثلاث تمام؟ عشرة قوة ناقص ثلاث وفي عندي عشرة قوة ناقص اثنين هون شو بيصير في عندي؟ يا إما بطلع هاي فوق وبخلي إشرتها موجبة بصير عندي سالب ثلاث زائد اثنين هي بطلع عندي سالب واحد أو بطرحهم من بعض بصفي عندي اللي هي عشرة قوة ناقص واحد تمام؟ شو وحدتها؟ نيوتن طيب شو اتجاهها؟ X الموجب هاي هي الأف واحد اثنين أوكي؟ عملها سكرين أو اكتبها عندك عشان نمشي علي بعدها تمام؟ واضح؟ أوكي أوكي عسا شو بدي؟ الأف واحد اثنين حسبناها عسا بدي الأف ثلاث اثنين فبقول أف ثلاث اثنين شو بتساوي؟ هاي الكيه كيو ثلاث بكيو اثنين على أر تربيع صح؟ صح شو بتساوي؟ هاي تسعة ضرب عشرة قوة تسعة وهي عندي الكيو ثلاث كم مقدارها الكيو ثلاث؟ واحد ونص ضرب عشرة قوة ناقص ستة واحد ونص ضرب عشرة قوة ناقص ستة بعيد وبكرر بحط إشارة السالب هون ما بحطها إشارة السالب بس عشان أقدر أحدد اتجاه القوة بناء على التنافر والتجادب الار اللي هي بوينت سيكس تربيع تمام؟ فشو بعمل؟ بقول تسعة ضرب واحد ونص ضرب كم ضرب واحد؟ شو بطلع عندي الجواب؟ ضربها مع الآلة حاسبة بطلع عندك فلتاش ونص تمام؟ هاي الضرب وبحط العشرة شو بدي أحط حلها الأس العشرة فوق العشرة؟ شو الأس تبع العشرة بدي يكون؟ بدي يكون عندي تسعة ناقص ستة كم بطلع عندي؟ ناقص ثلاث موجب ثلاث موجب ثلاث وناقص ستة بطلع عندي سالب ثلاث تمام؟ تمام و بوينت ستة تربيع شو بدي يعطيني؟ بوينت ستة وثلاثين طيب شو بطلع الجواب تباحها هاي؟ على آلتك الحاسبة قول ثلاثتاش ونص تقسيم بوينت ثلاث ستة بطلع معي الجواب سبعة وثلاثين ونص ضرب عشرة قوة ناقص ثلاث اوكي؟ تمام فهو عمنا نرجع حسا نرجع للمعادلة الأولى تبعتنا ليس؟ لأنه خلص طلعنا F واحد اثنين وطلعنا F ثلاثة اثنين فبقول هون شو محصلة القوة نفس المعادلة اللي طلعتها بفوق محصلة القوة هي عبارة عن F واحد اثنين زائد F ثلاثة اثنين طيب F واحد اثنين كم مقدارها طلع؟ ثلاث صح؟ ثلاث ضرب عشرة قوة ناقص واحد زائد سبعة وثلاثين ونص ضرب عشرة قوة ناقص ثلاثة طيب هسا هذول بقدر اجمحهم أنا مع بعض الثلاث والسبعة وثلاثين ونص مستحيل تقدر تجمحهم ليش؟ لأنه هنا في عندي قوس في عليه قوس مع قوس يعني رقم مضروب في عشرة قوة سالب ثلاث مجموع مع ثلاث ضرب عشرة قوة ناقص واحد مستحيل تقدر تجمع هذول الثنتين مع بعض إلا في حال خليت السالب واحد سالب ثلاث يعني لعبت بالفاصلة عشان تخليها سالب ثلاث أو تلعب بالفاصلة هون عشان تخلي السالب ثلاث هي عبارة عن سالب واحد تمام؟ فالأسهل إني إيش ألعب في هاي طيب عشان أخليها سالب واحد يعني من الثلاث للسالب واحد فيها رقمين خانتين يعني بدي أحرك الفاصلة كم خانة؟ خانتين لليمين وليسار بحركها لليسار خانة خانتين فصف عندي هون إنه مجموع أف هي عبارة عن ثلاث ضرب عشرة قوة ناقص واحد زائد بوينت ثلاث سبعة خمسة هاي البوينت ثلاث سبعة خمسة ضرب عشرة قوة ناقص واحد هيك الأسس عندي متشابهات معناته بقدر أجمع وأنا متطلب ثلاثة زائد بوينت ثلاث شو بطلع عندك؟ ثلاثة فاصلة ثلاثة سبعة خمسة ضرب عشرة قوة ناقص واحد نيوتن واتجاه القوة لوين؟ إكس الموجب واضح؟ تمام؟ مية بالمية؟ طيب هون التمرين صفحة ستين شو بحكي لك؟ في المثال اثنين السابق اللي قبل هاض أجد مقدار القوة المحصلة المؤثرة في الشحن Q1 وأحدد اتجاهها تعال نرجع لا إيش؟ الرسمة تابعتنا هاي الرسمة تابعتنا نمسح الشغل القديم من هون وين بديك توجد القوة؟ عند Q1 بغطي Q1 كم شحنة في عندي غير Q1؟ شحنتين معناته الشحن Q1 رح تتأثر من كم قوة؟ رح تتأثر بكم قوة؟ بقوتين قوة جاي من Q2 وقوة جاي من Q3 تمام؟ طيب القوة اللي جيتها من Q2 لوين رح تخذها؟ تجاذب صح؟ معناته لهون معناته شو رح يصير في عندي؟ رح يصير في عندي قوتين باتجاه الأكس السالب يعني القانون تبحها شو رح يكون؟ مجموع إيش؟ مجموع F هي عبارة عن F اثنين الشحن الثانية على الشحن الأولى صح؟ تأثير قوة الشحن الثانية على الشحن الأولى زائد تأثير الشحن الثالثة على الشحن الأولى واثنين رح يكون اتجاههم وين؟ باتجاه الأكس السالب بحسب هاي لحال تمام؟ وبحسب هاي لحال وبجمحهم مع بعض زي ما استخدمنا بالمثال اللي قبله حاول فيه وتمرن عليه 100% اوكي؟ يعني ما فيش فكرة جديدة اما المثال الثالث موجود صفحة واحد وستين بحكي لك انه في عندي ثلاث شحنات هاي الشحنات شو ما لها؟ موضوعة في الهواء يعني إبسلون نوت بحيث تشكل معا مثلث قائم الزاوية مثلث قائم الزاوية بهذا الشكل وهي الزاوية تسعين عشان يصير قائم الزاوية إذا علمت بأن الشحن الأولى هاي وين الشحن الأولى؟ هايها كم مقدارها؟ مقدارها 17.1 مايكرو كولوم تمام؟ والشحن الثاني كم مقدارها؟ هايها سالب 6 مايكرو كولوم ليش حطيت سالب؟ لأنها سالبة والشحن الثالثة عبارة عن 700 نانو كولوم فاحسب مقدار القوة المحصلة المؤثرة في الشحن الثالثة وأحدد اتجاهها طيب هذا سؤال بدك تركز فيه منيح وتشغل لي مخك مليون 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 فيك يعني كل إشي تعلمناه قبل من تأسيس رح نستخدمه بالسؤال هذا تمام؟ وأي خطأ، أي زلة سالب على موجب على جمع عطرح رح تضيع الدنيا طيب، أول إشي شو منسوي؟ بنسمي بالله وثاني إشي شو منقول؟ منقول المعطيات خلينا نكتبها هون، لن أصلاً ما رح يزبط محل على الصفحة هاي، لن نحل على الصفحة اللي بعدها، فمنقول المعطيات 1 Q1 كم مقدارها؟ 17.1 مايكرو، شو يعني مايكرو؟ ضرب 10، قوة ناقص 6 كولوم 2، اللي هي Q2 Q2 كم مقدارها؟ مقدارها سالب 6، مايكرو برضو، ضرب 10، قوة ناقص 6 كولوم 3 المعطى الثالث، اللي هو الشحنة الثالثة 700 نانو، هاي 700 والنانو كم مقدارها؟ ضرب 10، قوة ناقص 9 كولوم اوكي؟ تمام عندي مسافة بين Q1 و Q3، سماها R1 هاي أربعة R1، كم مقدارها؟ فاصلة 6 متر خمسة، المعطى الخامس، اللي هو R2، اللي هي المسافة بين Q3 و Q2 2، R2، كم مقدارها؟ point كم point 3 كم وحدتها متر تمام؟ 100% بدي أمسح، اللي كتبناه قبل شوي هون، عشان يكون عندي التركيز صح هاي مش هسعملهم كمان يوم، يوم، طيب، هون بده؟ بده القوة المؤثرة على Q3، شو بعمل؟ بغطي Q3، ولا زي أكنها موجودة، بقول، في عندي غير Q3 كم شحنة؟ شحنتين، Q2 و Q2، 1، فهذول الشحنتين هم اللي راح يأثروا في قوة على Q3، فالمحصلة تبعتهم راح تكون، لو كانت الشحنتين، لو كانت الشحنتين، أو القوتين بنفس الاتجاه، فاتجاه المحصلة تبعتهم راح يكون جمع، تمام؟ طيب، في حال كانت وحدة قوة باتجاهها X الموجب، ووحدة باتجاهها X السالب، شو راح يصير في عندي؟ راح تكون المحصلة، أو اتجاه قوة المحصلة، راح يكون باتجاه القوة الأكبر، يعني بطرح القوة الكبيرة من القوة الصغيرة، وبعرف الاتجاه، طيب، لما يكون متعامدات ع بعض زي هيك، بدك ترجع للدرس، اللي تأسسنا فيه كيف أعرف باتجاه المحصل لما يكون في عندي اتجاهات متعامدة، تمام؟ واضح 100% طيب، هسا هاي القوة المحصلة راح تكون بالضبط بين هذول الاتجاهين، X موجب، Y موجب، معنات القوة المحصلة راح تكون بيناتهم في زاوية مقدارها الثيتا راح نحسبها، كيف راح نحسبها وكيف راح نحسب القوة المحصلة؟ تعال معي أول إشي بدي أطلع الـ F1 ثلاث، وبعدين أطلع الـ F2 ثلاث، فبقول الـ F1 ثلاث هو عبارة عن K، تمام؟ Q1 بـ Q3 على R1 ثلاث، يعني المسافة الفاصلة بين واحد وثلاث، اللي هي 0.6 تربيع، صح؟ طيب، هاي شو سماها؟ R R1 أوكي؟ طيب، كيف بدي أحسبها؟ بقول الـ K هي عبارة عن 9 ضرب 10 قوة 9 الـ Q1، اللي هي عبارة عن كم مقدارها Q1؟ عبارة عن 17.1 مايكرو 17.1 ضرب 10 قوة ناقص 6، وعندي الـ Q3 مقدارها 700 نانو، اللي هي 700 700 ضرب 10 قوة ناقص 9، تمام؟ على الـ R1 تربيع، الـ R1 تربيع، هيها 0.6 تربيع، 0.6 تربيع، اللي هي مقدارها شو بيساوي؟ خلن نحسبها كمانا شوي، طيب، فهون شو بحكي؟ 9 ضرب 10 قوة 9، ضرب 17.1 ضرب 700، تمام؟ تمام، تجعل ألي حاسبة؟ بتقول لي، التسعة، ضرب 17.1 ضرب 700، تعطيك الرقم 1-0-7-7-3-0، تمام؟ مقسوم على 0.36، طيب، الموجب 9 هاي بتروح مع الموجب السالب 9 هاي، اجمع ما بعد 9 ناقص 9، صفر، 10 قوة 0، طيب، صفي عندك 10 قوة ناقص 6، ضرب 10 قوة ناقص 6، واضحة؟ طيب، العشرة قوة ناقص 6 هاي شو بدي أسوي فيها؟ هاي الفاصلة وين موجودة عندي؟ موجودة هون، تمام؟ كم خانة في عندي؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، اوكي؟ طيب أقول 1، 2، 3، 4، 5، يعني 1.0773، ضرب 10 قوة ناقص 1، تقسيم 0.36، 1.0773، اللي هو بيطلع عندك الجواب هو عبارة عن 2.99 ضرب 10 قوة ناقص 1 نيوتن، اتجاه الـ X الموجود، هاي شو هي هاي؟ هاي الف، 1، 3، واضح؟ تمام؟ 100%؟ طيب، خذ سكرين هاي يلا، 1.0773، 2.0773، 2.0773، F، 2، 3، F، 2، 3، اللي هي عبارة عن K، في Q2، بQ3، على R، كم؟ نسميها هو R2، تمام؟ طيب، نفس الإشي، الـ K، اللي هي عبارة عن 9 ضرب 10 قوة 9، والـ Q2، كم مقدارها؟ الـ Q2، 6 ضرب 10 قوة ناقص 6، ندون معوض السلب، والـ Q3، كم مقدارها؟ مقدارها 700 نانو، صح؟ الـ Q3، 700 نانو، يعني 700 ضرب 10 قوة ناقص، كم؟ 9، اللي هي النانو، على الـ 0.3، هاي عبارة عن 0.3، ربح ها شو بتصير؟ تصير 0.09، أوكي؟ أوكي، 9 ضرب 6 ضرب 700، نفس ما عملنا هنا، 9 ضرب 6 ضرب 700، بطلع الجواب عندي هون، اللي هو عبارة عن 3، 7، 800، تمام؟ تقسيم 0.09، هون شو بحط؟ التسعة، مع السالة التسعة، راحت، وصف عندي ضرب 10 قوة ناقص، 6، الفاصلة موجودة هون، كم خانة بدي حركها؟ واحد، اثنين، ثلاث، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، ما عملت شو صفت عندك؟ ثلاثة بوينت سبعة، ثمانية ضرب عشرة، قوة ناقص، اثنين، ليش ناقص اثنين؟ لأنه حركناها هون أربع خانات، حط سالب ستة زائد أربعة، سالب ستة زائد أربعة، بصف عندك سالب اثنين، لأنه حركتها لليسار، كم خانة؟ أربع خانات، تقسيم بوينت سفر تسعة، اللي هو بتقول ثلاثة بوينت سبعة، ثمانية، تقسيم بوينت سفر تسعة، بطلع معاك، الجواب هو عبارة عن اثنين وأربعين، اثنين وأربعين ضرب عشرة، قوة ناقص، اثنين، نيوتن، وين موجود؟ في واي الموجب، واضح؟ تمام، أسا بتدخلي هاي، سالب اثنين، دخلي هاي، سالب واحد، شو بأسوي؟ هاي الفاصلة موجودة هون، بحركة هون، بقول هي عبارة عن أربعة فاصلة اثنين، ضرب عشرة، قوة ناقص واحد، ان يوتن، هاي اللي هي شو هاي، الاف، اثنين، ثلاثة، تمام، مية بالمية، طيب، تعال معي هون، في عندي أف هيك، وفي عندي أف هيك، صح؟ خنجيب هاي عندي هون، عشان ما تغلبني، في عندي أف، أف، واحد، ثلاث، أف، واحد، ثلاث، واحد، ثلاث، كم مقدارها؟ مقدارها، اثنين، فاصلة، تسعة وتسعين، ضرب عشرة، قوة ناقص واحد، يعني نقدر نحسبها ثلاث، نقدر نحسبها ثلاث، يعني ثلاث، ضرب عشرة، قوة ناقص واحد، وهذا الاتجاه، اتجاه الاكس الموجب، وفي عندي أف، شو؟ عندي أف، ثلاث، هاي أف، ثلاث، وكم مقدارها؟ مقدارها، مقدارها، أربعة، فاصلة، اثنين، أربعة، فاصلة، اثنين، ضرب عشرة، قوة ناقص واحد، نيوتن، وهاي نيوتن، تمام؟ مية بالمية، هيك صفة عندي أنا شو؟ قوتين، قوة باتجاه الاكس الموجب، وقوة باتجاه الواي الموجب، فعشان هيك، شو بدي يصير عندي؟ بدي يصير عندي القوة المحصلة بيناتهم، هاي القوة المحصلة، تمام؟ طب، كم مقدارها القوة المحصلة؟ بتقول لي حسب القانون، أن القوة المحصلة، لما يكون في عندي اتجاهات متعامدة، تحت الجذر، الأول تربيع، أربعة، فاصلة، اثنين، دقيقة، أربعة، فاصلة، اثنين، ضرب عشرة، قوة، ناقص واحد، تربيع، ثلاثة، ضرب عشرة، قوة، ناقص واحد، 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 نا هاي نزبطها نحطها S1 تمام 100 اوكي اذا شو بتقولي بتقولي انه الاربعة فاصل اثنين ضرب عشرة قوة ناقص واحد الكل تربيع شو بيساوي بيساوي عندك هون هاي تحت الجلر هاي عبارة عن فاصلة واحد ثمانية تمام تقريبا زايد الثلاث تربيع شو بيطلع عندك تسعة عشرة قوة ناقص اثنين يعني بصير عندك ثلاث ضرب عشرة قوة ناقص واحد تربيع وتساوي بوينت زيرو تسعة اجمع هاي مع هاي التربيع من حلة الموضوع هاي هون اجمع هاي مع هاي شو بيصير عندك بوينت واحد ثمانية زائد بوينت صفر تسعة بيطلع عندك تساوي جذر تربيعي للسبعة وعشرين اللي هو شو بيساوي ويتساوي بوينت صفر فاصلة خمسة اثنين تمام اي نيوت اوكي هاي شو هي هاي هاي هي القوة المحصلة واضح هاي اللي هي محصلة القوة تمام مية بالمية هسا شو ظل عندي ظل عندي الاتجاه الاتجاه كيف بدي أعرفه الاتجاه بدي أعرفه كل آتي بقول انه تان الثيتا شو بيساوي اف واي على اف اكس تمام انا شو بدي بدي الثيتا لحالها فبقول الثيتا هي عبارة عن تان شو الانفرس للاف واي على اف اكس تمام يعني ثيتا هي عبارة عن تان الانفرس لا الاف واي كم مقدارها اربعة فاصل اثنين ضرب عشرة قوة ناقص واحد على ثلاث ضرب عشرة قوة ناقص واحد اللي هي قيمة الاف واحد ناقص واحد مع ناقص واحد بروح الاربعة بوينت اثنين تقسيم ثلاث كم بيساوي بصير عندك ثيتا هي عبارة عن تان الانفرس لمين للواحد فاصل اربعة طيب تان الانفرس للواحد فاصل اربعة اللي هي عبارة عن كم ثيتا بتطلع عبارة عن خمسة اربعة فاصلة خمسة دقري تمام يعني الفيتا يعني اتجاه القوة المحصلة اتجاه القوة المحصلة ببعد اربعة وخمسين ونص عن محور الاكس الموجه تمام يعني خلاصته كاملة انه محصلة القوة محصلة القوة الناتجة على الشحنة رقم ثلاث تمام اللي هي عبارة عن كم محصلة القوة هي عبارة عن بوينت خمسة اثنين نيوتن تمام مع اتجاه بصنع زاوية مقدارها اربعة وخمسين ونص من الاكس الموجه واضح تمام مية بالمية اوكي طيب هس اشوف معاي هون للسؤال نفسه شو بيحكي لك اعطاك هون شو اللي هي المسافة بين الشحنة هاي والشحنة هاي اوكي تمام وعطاك المسافة بين الشحنة هاي والشحنة هاي هذولا فادوك عشان تطلع للشحنة رقم ثلاث طب لو قلك بدي القوة اللي بتأثر على كيو تو اللي بتأثر على كيو تو القوة هاي راح تجيبها لهون صح وهاي راح تجيبها لوين على امتداد الخط اه سوري هاي موجب مع سالب راح تجيبها لوين تجاذب لهذا الاتجاه تمام طب عشان تحسب F واحد اثنين شو بلزمك بلزمك الار تبعتها الار واحد اثنين كيف بدك تحسب الار واحد اثنين هذا مثلث قائم الزاوية معاك الظلع هاد ومعاك الظلع هاد باستخدام فيتا غورس الموجود في التأسيس بتقدر تطلع قيمة الار الموجودة هون تمام واضح مية بالمية واسلوب تحليل المتجهات كلياته موجود في زي ما حكيت لك بحصص التأسيس بتقدر ترجع لها وتستفيد منها وترجع ذكرياتك للامانة المتجهات وتحليل المتجهات وحساب المتجه المحصل أو القيم المحصلة كلها من المعلومات خلينا نحكي المهمة كثير بالنسبة إليك رح تستفيد منها السنة هاي والسنة الجاي إن شاء الله الله يحيينا للسنة الجاي ونفرح فيكم وتفرحونا بعلماتكم دايما وتفرحونا في تألقكم خلال السنة هاي والسنة الجاي ونذكر وبنعيد في مقولتنا الدائمة والأبدية والأزلية إن مشوار المتين ميل رح يبدأ بخطوة اللي هي خطوتك وخطوتك بارك الله في خطاكم وباركة في مسعاكم والتوفيق والنجاح والتميز فالي وفايتكم بإذن الله فشوفكم بفيديوهات ثانية نكمل فيها باقي الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر